واحد من أهم لعيب النادي الأهلي لو تفتكروا من اسبوعين ثلاثة كده كلمت عنه ديته سيجمنت كده في الحلقة الواحدة يعني مكنتش من الكلة يعني ما كلمتش أنا وهو حتى ما كنتش عندي فضولة عرف إيه اللي بيحصل معاه في النادي الأهلي بس كنت معجب جدا جدا بأيمن أشرف واحد لاعب دولي كبير أساسي مع منتخم مصر أساسي ومهم مع النادي الأهلي في كل البطولات السابقة واحد من اللاعبين وركاز الأساسية في خطة مدرب النادي الأهلي وخطة منتخب مصر عايزه سينترباك هتلاقيه عايزه ليفت باك هتلاقيه حتى لو عايزه لعب بوسط ملعب زي ما حصل من كيروشف مع منتخب مصر في مبارات المغرب هتلاقيه فأي مكان هتلاقيه موصوف دايما بينكوسين كده باللعب الراجل الرجولة يعني ما عملش عزمة ما عملش مشكلة ما عملش حوار ما عملش سايت توكس كده حديث جانبية ما بيكلمش صحفي والإعلامي يقوله ايه تم عليش تكلم على حس ان انا متضايق ومظلوم ما عملش مشكلة مع الفريق ما عملش دوشة ولا حكاية سوبر يعني في كل شيء بصراحة دخل النادي الاهلي ناشئا أو حتى دخل بعد ما رجع مرة أخرى مع النادي الاهلي بشكل هادئ وفيه إخلاص شديد ورحل بشكل هادئ وفيه إخلاص شديد عشان كده يستحق هذه الصورة لحضراتكم شايفينها حب زملائه وحب جمالي النادي الاهلي اللي النهاردة تحدثت عنه بكل خير على السوشال ميديا وفي كل مكان لاعب بصراحة بصف حق التحية اللعبين اللي من نوع دول بيفضل النادي الاهلي ذكرهم بأفضل صورة ممكنة بيفضل دايما يتحدث عنهم بأفضل صورة ممكنة اللعبين زي دول ما بينتهوش مع اعتزالهم في النادي الاهلي بيفضلهم كملين بيفضلوا أسماء كبيرة في تاريخ النادي الاهلي وبالتأكيد النادي الاهلي بيستفيد منهم في كل الأوقات الصورة عظيمة جدا ووفاء عظيم جدا من لاعبي النادي الاهلي للاعب كبير لاعب عظيم اسمه أيمن أشرف اللاعب الدولي لاعب البنك الأهلي بشكل رسمي اليوم